موسيقى موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة فقبل ما نبدو الفيديو بغيت نستغل الفرصة ونبارك للمغاربة لأسود الأطلس للتأهل ديالهم للمونديال وهذا الشي فرحنا بزف بزف كمغاربة فألف ألف مبروك وكذلك نبارك كذلك لتونس ومصر والسعودية ألف مبروك لكم كذلك تأهل للمونديال موسيقى 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 وصفة موية ما تشوف رحنا بزف وبغيت أنني نستغل هاد الفرصة هادي ونبارك ليهم كما اشتو الفيديو دياليوم غادي تكون حيال مطبخية ومنزلية سهل عليكم حياتكم وأكيد هادي تفيدكم إلا ما كنتوش تعرفوها فالفرصة أنكم تعرفو عليها في هاد الفيديو هذا ادي يكون الفيديو خفيف دريف في لك انا اهمكم فيديو خليكم معي وتابعوا الفيديو الاخر بالنسبة الاول حيلة هي القطاني يعني هاد الحويج اللي هما دي القطاني جلبانة الفول مهم العدس اي حاجة مهم عندكم دي القطاني فكينبعد الناس اللي كتدي لهم هادك البعوش عارض شو واحد مع المدة فاش كيبقى واحد المدة كيدلوا واحد البعوش الصغير اللي كنتو عارفينو تاخدوا الملح الملح العادية اللي كنتيبوا بيها تاخدوا منها تقريبا واحد المعلقة او لجوج معلقة على حسب الكيمية اللي عندكم دي القطاني وتوضعوها في هادك يعني العلبة في انتو ما محتفظين بهذاك القطاني وتخلطوها جيدا وبهالطريقة هدي ما غديش تكون لكم قاعدوكم هادك البعوش اللي كي يسكن في القطاني واكيد يعني ديك الملحة فاش انتو ما غدي تبغو تستعملوا قبل ما كنستعملوهم وبهالطريقة هدي تمشي منهم الملحة فهالطريقة اللي بنا تتمضمونا مئة بالمئة وانا شخصيا جربتها انفعتني نتمنى انها تنفعكم حتى انتو ما بالنسبة للناس اللي كان عندهم هاد المشكيل هادا اما بالنسبة الحيلة ثانية فهي البطاطا البطاطا فاش كان بغو نسلقوها هكا يعني وافية فشي مرات كي يصعب علينا اننا نقشروها فحل سهل المهل وانكم تاخدوا البطاطا قبل ما تسلقوها وديرو فيها واحد هكا بحلف الحاها هكا بسكين بهالشكل موضح في الفيديو ومباد ما لكم الا توضعوها يعني تسلق في التنجرة اللي غدي سلقو فيها البطاطا ديالكم ومباد غدي سهل عليكم تقشار ديالها غدي تلقو باش تبدو تقشار ديالها غدي سهل عليكم تقشروها بكل سهولة فهالطريقة زوينا انا شخصيا كتنفيني وحبيت انني نشاركها مع الناس لي ما كيعرفوهاش شي مرات كيكون الحامد يعني اللي هو الليمون كيكون شي مرات منقص فيه يعني اولا كيكون نرخيص كنبغو نشرو كيميا كبيرة وكنخافو عليه انه يفسد لينا فباش نضمنو انه يقلس لينا مدة اطول فناخدو هاداك الليمون ونحتى نديروه ندوروه لجورنان او للجرائد كلها بلوي وها هكا في الجرائد يعني في قطعة دي الجريدة ونبيت كنحتى في دبيه في بلاستيكا ونديروه في تلاجة فهاد الطريقة هادي غادي تخليه يدوم عندكم مدة اطول يقدر يبقى لكم حتى لثلاثة اشهر بهاد طريقة هادي في التلاجة فنتمنى ان هاد الحيلة هادي اتفيدكم كذلك بالنسبة لهاد البونجة هادي اللي كنستعملوها دائما في تنظيف الاواني فشكة الطول يعني عندناك هتلق لنا واحد الريحة خيبة يعني ريحة اللي هي من ما كنستحملوهاش فالحل سهل ماهل هو انكم كل ليلة قبل ما تشوت نعصو ديروها هاكا في واحد البلاستيك ديرو فيه الماء وديرو فيه تقريبا واحد يوجمعي القد دي الملحة وتخليوها ليلة كاملة تيقوني البنات غادي فشفقوا الصباح ما غاديش تلقوا فيها قعر رائحة نهائيا كانت بزاف دي الاشياء اللي ممكن انا نعقمو بها ونحيدو من هالريحة فغاديتقولو لي جافيل بنسبة اللي درتولها جافيل يقدر يمشي لها اللون وتبقى تتقدد مع الوقت يعني تبقى تفرتت هاد الحيلة احتى هي زوينة اعتمدوها كل ليلة وبهالطريقة هدي غادي تتضمنو ان يعني البونجة ديالكم تكون دائما معقامة اما واحد الحيلة اخرى بنسبة لهذا الكؤوس يعني فاش كي يكونوا جايين عد ناديف دائما كان بغو يكون فيهم واحد اللمعة يعني زوينة وشي مرات معا يعني معاذ كالطول مدة هاد الكؤوس ما كيبقاش محافظين على دي كل لمعة ديالهم فالحل سهل ماهل هو انكم تاخدوا واحد طنجرة اولا كسرونة توضو فيها الماء حتى يوصل لدرجة الغلايان ومبعدة دي تاخدوا هاد الكؤوس اللي بغيتوا تلمعوهم وتوضعوهم هكا مين الفوق فوق من ديك الطنجرة باش يطلع غدك البوخار عليهم فاش كيمتال قوب البوخار غادي تاخدوا من دي اللي هو ناضيف وتنشفوهم وغادي ترجع فيهم واحد اللمعة زوينة بزاف بحلا يلا خديتوهم وهكا مهم ما ديش تحش موحدة الضيوف ديالكم هاد الحيلة احت هي زوينة ممكن انكم تعتمدوها ما حيلة اخرى فبنسبة البيض كان بزاف بالناس فاش كيبه يسلقو البيض يقدر انه يتكسر لينا فالحل باش انه ما يتشققش وما يتكسرش لينا فاش يكون يعني تسلق هو انكم توضعو واحد الملعقة صغيرة ديال الخل وتخليوه يتسلق مع داك الخل بهالطريقة هدي ما غديش يتفتح ليكم اثناء السلق حيلة كذلك اخرى اللي غدي تنفع النساء اكيدو حتى للرجال مثلا كيكون عندهم دوك الحقائب اللي كياخدوهم معهم العمل اللي كيكونوا جلدية اكيد فكما كتعرفون بعد مدة يعني فاش كيبقوا هاد الحقائب عندنا مدة طويلة فيقدرو انهم يفقدو هادا كل ماعان اللي فيهم فالحل سهل ماهل هو انكم تاخدو الفازلين الفازلين العادي وديروه في واحد القطعة ديال القوماش او لا يعني كليناكس كتاخدو واحد شوي ومبعد كتحاودو انكم تمسحو هاد الحقيبة ديالكم جيدا ومبعد كتنشفوها بواحد المنديل وكترجع يعني داك اللمعان للحقيبة ديالك كأنها جديدة صراحة هاد الحيلة زوينة ممكن انكم تعتمدوها حتى في الاحدياء الجيلدية بيش ترجعو لها لماعان ديالها فاكيد كين بزاف ديال الحلول هدي وحدة من بين الحلول اللي انا كنتستعملها شخصيا وحبيت انني نشاركها معاكم بخصوص تنضيم الاحدياء فكلنا اكيد كنحطو الاحدياء بهذا الشكل هادا ولكن بها الطريقة هدي كياخدو لكم مساحة فإلا بغيتو يعني يبقى ليكم مساحة اكبر بين الاحدياء باش تزيدو حداء اخر فاستعملو هاد طريقة هدي هو انكم تخلفو الاحدياء بهذا الشكل هادا وبها الطريقة كي مشتو انا بقتلي عد بلصة مزد حداء اخر فانتمنى ان هاد الحيلة تفيدكم في تنظيم الاحدياء دائما خلفو الصبات وهدي يبقى ليكم يعني مساحة كذلك بنسبة المسحوق يعني الغسل الاواني فدائما فاش كتاخدو هكا القريعة ديالكم حاولو انكم تضفولوا واحد جوج ملعقات كبار ديال الخل الابيض باش هكا تضمنوا دائما تعقيم للأواني ديالكم هالطريقة زوينا نتمنى ان كل شي يعتمدها باش هكا ينتخلصوا بجميع الميكروبات والجراتيم ليكونوا عندنا في الأواني كذلك واحد الحيلة زوينا اللي ممكن انها تنفع الناس ليوليداتهم كياخدوا معهم سناك للمدرسة او لكذلك حتى راجلك او لانت يتاخدي العمل فبنسبة التفاح دائما فاش كنقطعوه ضروري ان انا نعصروا عليه الحامض باش ميكحالش وباش يحافظ يعني على اللون ديالو ولكن كان واحد الحيلة اخرى هو انكم تشدوا التفاحة تقطعوها بهذا الشكل كيما درت انا في الفيديو ومبت تاخدو هاد لاستيك اكيد هاد لاستيكات لي كيكونوا خاصين يعني بالمطبخ وتعقموهم زيان تغسلوهم زيان وتشدو به تفاحة ديالكم بهذا الشكل هذا وتوضعوها الوليداتكم في اللانش بوكس ديالهم او للزوج ديالك باش ياخدها معه العمل واللانتية يلا كنتي كتبشي العمل او لا تقرأي تاخديها معك بهذا الطريقة هادي وصفي فاش تبغي تأكلها غادي تحليها وتلقيها مكحالة محتش شي حاجة انا هالطريقة كنعتمدها البنتي وراجلي بثاف وما كيكحالش لهم يعني التفاح كيبقى محافظة على اللون ديالو نتمنى ان هاد الحيلة تنفعكم اما بالنسبة للحيلة الاخيرة فكتخص الاحدية حشاكم بالنسبة للحيداء فكي الناس اللي كيدليهم الحيداء ديالهم الرائحة الكاريهة فباش تخلصوا بالرائحة الكاريهة كينبزاف ديال الطرق ومن بين ها الطرق هادي هي الملحة انكم فتجيبوا الحيداء وتخويوا فيه واحد الكمية ديال الملحة تقريبا جوج معلقات كبار ديال الملحة وتوزعوها على كامل الحيداء من الداخل وتخليوها تبات ليلة كاملة وفي الصباح كتجيبوا ديك الملحة كتخويوها من الحيداء وتحاولوا انكم يعني تخويوه مهم جيدا تنفضوهم زيان بديك الملحة وصفي وبهالطريقة هادي غادي تخلصوا بجميع الرائحة اللي كينا في الحيداء واكيد يعني كينبزاف ديال الطرق اللي ان شاء الله نحاول انني نشاركها معاكم فصفي مهم هاكا انو هادو هما الحلول الخفاف الدراف نتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتكونوا خديتوا منهم وخا غي حيلة ولا جوج سفتوا منها متساونيش دائما بلايك ديالكم باش شجعوني نزيد نكمل معاكم في القناة لي مسلا ما مشتركاش تشارك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ونقول لكم مع السلامة ونطلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي باي بسلامة اشتركوا في القناة